موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بحضراتكم جميعاً استطعت مصر خلال الخمسين ساعة الماضية أن هي تثبت للجميع مكانتها في المنطقة ودورها في الإقليم وأهمية مصر في المعادلة الإقليمية ربما موجود عبر الفترات الماضية لكن كان هناك كثير من التفسيرات والتحلات التي تفيد ظلماً وبهتاناً أن مصر ربما يكون دورها خامل أو دورها محايد في معادلة القضية الفلسطينية لم ولن تبتعد مصر عن القضية المركزية للعرب جميعاً وهي قضية فلسطين خلال الخمسين ساعة الماضية استطاعت مصر من خلال أجهزتها الأمنية وتحركاتها الدبلوماسية وتوجيهات واضحة من القرية السياسية بضرورة إخماد الحريق قبل أن يشتعل ويأتي على ما تبقى من الأخضر واليابس في الأراضي الفلسطينية المحتلة لابد من التحرك السريع لمحاولة توفير حياة كريمة للإخوة الفلسطينيين محاولة إخراج المواطن الفلسطيني من بين ثنايا ومن بين فكي أسرع على السلطة ومن بين فكي أسرع على النفوذ ومن بين فكي هذه النهاية الطرفية لبعض الدول الإقليمية اخرجوا المواطن الفلسطيني من معادلتكم الأيدولوجية المواطن الفلسطيني يريد أن يعيش يريد أن يحيا يبحث عن المأكل والمشرب والملبس وحياة كريمة دون إزلال المواطن الفلسطيني يبحث قبل كل ذلك عن وطن يأويه عن دولة فلسطينية مصر منذ البداية وحتى هذه اللحظة بترفع لواء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ولابد إذا أرادت إسرائيل أن تندمج في هذه المنطقة أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ويكون هناك اتفاقات واضحة لحفظ حقوق كل طرف من الأطراف كانت مصر ولازالت هي المدافع الأول الرئيسي الصادق المجرد الذي ليس له أطماع إلا في أن يكون هناك دولة فلسطينية مصر هي الدولة أكرر مرة أخرى وبمنتهى القوة والحسب والصدق كانت الدولة المصرية عبر التاريخ بالمناسبة هي الدولة الوحيدة في المنطقة الوحيدة في المنطقة وفي الإقليم التي تسعى حقا وصدقا وتجردا لحل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا أتذكر وأذكركم بكلمات قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة خلال الشهر المنصرم أنه علينا أن نعيد القضية الفلسطينية ليس لمصار المفاوضات وحسب وإنما نريد أن نصل إلى حلا نهائيا لهذه القضية خلال الساعات الخمسين الماضية بازلت أجهزة الاستخبارات والتحركات الدبلوماسية مجهودات خارقة للوصول إلى تهدئة وقف إطلاق النار قد يفضي إلى تهدئة طويلة الأجل بين حركة الجهاد الإسلامي الموجودة في غزة والجيش الاحتلال الإسرائيلي ربما منذ عام كان هناك حرب أيضا في غزة واستطاعت مصر أن هي تحقق تهدئة واتفاق طال أمده حتى الساعات الماضية عندما حدث هذا الصراع مجددا أو اشتعل هذا الصراع مجددا بين صواريخ الجهاد الإسلامي وبين الصواريخ الإسرائيلية القصة ربما يطول شرحها لكن دعونا قبل أن ندخل في تفاصيل أن نقول أنه الجانب المصري الأول الدولة المصرية استطاعف وبشكل واضح ومن حق الجميع في الدولة المصرية أنه يفخر بما جاره من حق الجميع أنه يحيي ويشعر أنا أشعر بالفخر أنا أشعر بالفخر لما قامت به الدولة المصرية على مدار الساعات الخمسين الماضية في إحداث تهدئة وتحقيق تهدئة نظرا لامتلاك مصر القدرة والقوة القدرة على التواصل مع جميع الأطراف مصر استطاعت أنها تتواصل مع قادة حركة الجهاد الإسلامي مصر استطاعت أنها تتواصل مع قادة إسرائيل مصر استطاعت أنها تتواصل مع قادة الأردن مع قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية مع كل الدول الفاعلة في الملف الفلسطيني مصر لديها القدرة على أن تتواصل مع الداخل الإسرائيلي سواء حزب الليكود أو أزرق أبيض أو العمل إلى آخرة استطاعت أيضا أن تتواصل مع حماس مع الجهاد مع السلطة الفلسطينية لأنه قبل ما أخش في الموضوع خليني ما أخش في التفاصيل أكتر وأقول أنه أتابع وأسمع وأقرأ وأرى كثير من الانتقادات هي مصر عملة أو عندها ليه علاقات مع حماس الإخوان هو مصر ليه عندها علاقات مع الجهاد المدعومة من إيران هي مصر ليه عندها علاقات مع إسرائيل هي مصر عندها علاقات مع لبيد ومع بينت ومع نتنياهو ليه ربما لا يفهم هؤلاء المتسائلين وأيضا لا يريد أن يفهم الكثيرون أنه إدارة الدول إدارة الدول خاصة دول الكبيرة المؤثرة في الإقليم بتحتاج إلى عقل أكثر تفتحا وإلى استيعاب للمتغيرات الموجودة هب يعني تخيل إنه مصر ما عندهاش علاقات مع حركة الجاد الإسلامي تحت مدعات أنها مدعومة مثلا من إيران أو مناش علاقات الدولة يعني مش الشعب مع حماس نظر لإنه إسماعيل هنية خالد مشعل راحين على تركيا وبتكلمه مش عارف على إيه وبروح قطر كان بيقول إيه القصة اللي أنتوا عارفينها وهب أيضا أننا لسنا لنا علاقات اتصالات مع الجانب الإسرائيل سواء في حكومة نيتنياهو أو الحكومة التي خلفته بقنات بنت ثم للحكومة الحالية أو رئيس وزراء الحالي يائير لبيد لكننا اتصلنا بدا ولا بدا ولا بدا وكانت الأرض اشتعلت وكانت الضحايا عارف الضحايا زاد وكانت مصر بعيدة منكافة على وضعها الداخلية ملاش علاقة بحجة إيه أنه أنا ما ينفحش يبقى عندي علاقات مع حماس وانا مع الجاد وانا مع إسرائيل أما أنت دورك إيه لأ أنا دوري في الإقليم أتواصل مع جميع الأطراف خد عندك الشيء بالشيء يذكر إحنا في ليبيا عندنا تواصل مع جميع الأطراف الجانب اللي موجود في الغرب والجانب اللي موجود في الشر وعندي في السودان اتصال مع جميع الأطراف وعندي في اليمن اتصال مع جميع الأطراف عندي لأنه دي دولة يا جماعة دي مش واحد وبيتكلم في صداقة وفقاً ليه الاستلطاف والدم الخفيف لا دي دولة إدارة الدول فبالتالي أنا بس عايز الشيء بالشيء يذكر المنتقدون لعلاقات مصر مع حماس وبع الجهاد والمنتقدون لعلاقات مصر مع إسرائيل ربما كانت تساؤلاتكم وأسئلتكم مشروعة إجابتها في اتفاق التهديئة اللي أبرمته مصر بالأمس ونجحت فيه بنسبة مئة بالمئة مصر طلعت بيان وقالت تدعو جميع الأطراف إلى إيقاف إطلاق النار وإلى التهديئة الكاملة الشاملة في ساعة 11.5 مساء أمس بتوقيت فلسطين ومصر ضامنة لهذا الاتفاق في تبادل أسرى في مجموعة من الاتفاقات وافق وافق الإسرائيليون وشكروا المساعي المصرية وافق قادة حركة الجهاد وشكروا المساعي المصرية ثم توالت رسائل الشكر لجميع بعدما دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار في تمام الحديقة 10.5 مساء أمس إلى حيث التنفيذ لم يكن لنا أن نفعل ما فعلنا لو لم يكن لدينا علاقات مع جميع الأطراف هل معنى علاقات مع جميع الأطراف إن أنا بحب جميع الأطراف هو أنا بتكلم معاك وباتصل بيك وبتواصل معاك هل معنى ذلك إن إحنا بنحب بعض هل معنى ذلك إن إحنا أصدقاء الشرط بالشرط ما فيه اتنين بيبقوا منفصلين بيتكلموا ع بعض عشان لولاد مصالح لولاد مثلا أنا بضرب مثل عشان أقرب المسافة لذلك أنا النهاردة سعيد جدا 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 بما حققته الدولة المصرية من فرض إرادتها اللي هي إرادة الحق وإرادة السلام وإرادة التعاون على جميع الأطراف كلمة مصر أصبحت مسموعة كما كانت كلمة مصر وأنا مش بقول كلام يعني بغني وبقول لا مش فني على الإطلاق ده شعور حقيقي خرج من رحم ما تحقق من انتصار بالأمس وانتصار الأمس انتصار كلنا عايشينه لكن هل الشعب العربي كله شايفه وعايشه أنا في تقدير إن القادة والزعماء والفاعلين والسياسيين والإعلاميين على مستقل العالم كله عارف ما جرى وعارف الدور المصري ولا فخر أنا أعبر عن سعاتي وفخري بدور التي قامت به مصر بلادي بالأمس ولا فخر أيضا خلينا أقول لحضراتكم إنه أنا حزين رغم سعاتي بما تحقق من وقف الإطلاق النار ووقف هذا النزيف الحاد سعيد بقدرة بلادي على فعل ذلك لكني حزين على ما خلفته هذه الحرب من ضحايا وشهداء أطفال ونساء ورجال خلينا أقول إنه إحنا من غير ما ندخل في قضايا فلسفية الآن أقول لكم فطورة الحرب اللي استمرت 55 ساعة فطورة الحرب حرب بين حركة الجهد الإسلامي وبين إسرائيل حماس لم تشترك متعمدة فيما جار وده كويس جدا خلاص أقول لكم ليه برضه لكن خلينا أقول لكم الحصيلة أو فطورة الحساب معرفش منها يتفحها بس لازم أقولها لحضراتكم الحساب على مين الله أعلم لكن أربعة واربعين شهيد فلسطين أربعة واربعين شهيد فلسطيني من ملح الأرض الفلسطينية أربعة واربعين شهيد سقطوا في هذه المعركة وارتقوا شهداء منهم 11 طفل أهي ألا دي خمس سنين منهم 11 طفل منهم 11 طفل بأي ذنب قتلوا بأي ذنب صرعوا بأي ذنب جرى لهم جرى هذه أسئلة لن تجد أبدا إجابات 11 طفل أربع نساء 11 طفل وأربع نساء من أجمالي حصيله 44 طيب منهم مين من ال44 تلاتة مهمين جدا جدا أولا تيسير الجعبري قائد شمال غزة في حركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس أحد القادة الميدانيين العسكريين التابعين لسرايا القدس في حركة الجهاد في شمال غزة تيسير الجعبري استشهد اتنين قائد سرايا القدس في جنوب غزة خالد منصور استشهد قدام حضراتك هوا قادي خالد منصور وقادي تيسير الجعبري أبو الراغب وأبو محمود اللي اتنين ارتقوا شهداء بالأمس وأخيرا عبدالله قدوم رئيس وحدة الصواريخ لدى حركة سرايا القدس اللي هي التابعة لتنظيم لجماعة الجهاد في فلسطين يبقى عندي اختصارا 44 شهيد 11 طفل منهم 4 نساء سلاسة قادة ميدانيين اساسيين هم صلب الحركة تيسير الجعبري خالد منصور عبدالله قدوم خليل بسام السعدي وخليل العواد عواودة دول اسرة خليل العواودة مصر وعدت ان هي وعدت الجهاد انهم تفرج عنه بالاتصال مع الجانب الاسرائيلي ده قاعد السجن 15 سنة ده عنده 60 سنة بسام السعدي عنده 40 سنة قاعد في السجن 12 سنة هم دول اتنين اهو ادي خليل العواودة اللي على الشمال عنده 60 سنة وامضى من حياته في السجن 15 ربعهم وبسام السعدي عنده 40 سنة وامضى في السجن 12 سنة منهم مصر وعدت ان هي تبزي القصارة جهدها للإفراج عن بسام السعدي وعدت بالإفراج عن خليل العواودة ده إجمالي حصيلة ما جرى وحصيلة الخسائر في الجانب الفلسطين جهت حماء اسم غيره في الآخر دول فلسطينية يبقى فلسطين بالأمس فقرت 44 شهيه منهم 3 قادة 3 قادة منهم 11 طفل منهم 4 من النساء غير الضمار والخراب والبيوت اللي انهارت والمنازل اللي تدمرت والبنايات والبنية التحتية في عموم غزة هل ده غالي على أي وطن لا طبعا لا طبعا مش غالي ده يرخص أي شيء حتى العمر والروح والدم عشان الأوطان لكن الجانب الإسرائيلي بقى في المعركة حامية الوطيس خسر إيه بقى خسائره اسمع معايا احنا اتكلمنا على الجانب الفلسطيني خسائر بقى الجانب الإسرائيلي اسمع افتح إقلب الصفحة لا شيء خسائر الجانب الإسرائيلي في هذه المعركة اللي قعدت خمسة وخمسين ساعة لا شيء يذكر ما فيش واحد بس قتل ما فيش ولا واحد قتل أبوال إيه يا عم المعركة الحامية صاريخ من الجهاد قبة الحديدية بتتواجهها و 97% الساعة اللي تتضرب من الجهاد القبة وبتنزل كذا طبعا كلامي لا يجب أنه يفهم منه أنه نوع من نوع من الاستكانة والخنوع لا 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 أنا هنا أتحدث من مدرسة الأمر الواقع مش اللي بيفرض علينا اللي احنا نغيره بقول إنه خليني بس عشي خطر المزايدات ده الجهاد الإسلامي بيتضرب في إسرائيل بالصواريخ وقال لك احنا عملنا ألف صاروخ ما قلت كم واحد ولا واحد مش عايزين حد يموت لاينا لاينا طب انت مين الخسران ما هو أهلين اللي خسرنين في فلسطين متر 44 وقادة راحه طب فين المقاومة تم تقليم أظافر المقاومة الجهادية بتاعة سراء القدس أمس وده اللي حصل طب أنا عايزة أقول إيه إيه اللي أنا عايزة أوصله يعني يعني يقفوا خالص لا أنا ما أطلبه إن الجانب الفلسطيني كله يتوحد ما لم يكن هناك توحدا فلسطينيا لن تحل القداء الفلسطيني سلطة الفلسطينية الجهاد حماس مين غير كل الناس دي لازم يبقوا صف واحد وبعدين السلطة الفلسطينية الممثل الشعب الفلسطيني ده اللي احنا فهم إيه هل الجهاد استأذنة أبو مازن أكيد لا مستحيل طب هل الجهاد نصاخد مع حماس برضو لا طب ما نصاخد مع مين تعالوا بقى شوفوا نصاخد مع مين قالوا إنه فيه زعيم حركة الجهاد زياد النخالة كان هو قاعد في إيران هو قاعد فين في إيران التقى وزير الخارجاء الإيراني وفي اليوم التالي التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ويوم الساب أول مبارح وبعد بداية عملية الفجر الصامد نشرت له صورة مع قائد الحرس السوري الإيراني حسين سلامي يعني صحيفة جرالزين بوست بتقول إيران تدعم حماس لكنها تسيطر على الجهاد وهناك فارق من أجل فهم سلوك حركة الجهاد الإسلامي يعني في كل ما جرى وفي تحليل كبير عامله الصحف الإسرائيلية عن لماذا بتعرض حماس عن المشاركة في هذه المعركة خليني أرجع مع حضراتكو تاني وقلوا أنه زياد النخالة اللي هو الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي قال اللي أنا قلت لكم من شوي شكر مصر ووافق على الهدنة وافق على التهديئة وقال أنه إحنا ملتزمين طبقا طبقا لمصر إحنا ملتزمين والجانب الإسرائيلي برضو قال نفس الكلام أهو الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بيشكر الدولة المصرية على هذه الجهود ورئيس وزراء إسرائيل عشان بس الناس عارف أنا إعلام أهل الشر يجي يقولك إيه إسرائيل بيتشكر مصر علشان عملت لمصلحة إسرائيل لا عنده زياد النخالة اللي هو أمين عام حركة الجهاد الإسلامي وعندي يقير لبيد رئيس وزراء إسرائيل اللي اتنين وفقوا على المبادرة المصرية للتهدئة والاتنين شكروا مصر الاتنين شكروا مصر كان فيه ضغط من إيران زي ما بتقوله الصحف الإسرائيلية على الجهاد اللي تقبل بهذه التهدئة لكن زي ما بتقوله الصحف الأجنبية إنه مصر دولة إيلة واستطاعت إن هي تجذب وتقنع كل الأطراف إنه لا مصلحة ستعود على الشعب الفلسطيني ولا الشعب الإسرائيلي من الاستمرار هذه التراشقات وعلي على الجميع إنه هو يعمل العقل وفعلا نجحت مصر لكني بقول بسه أنا في الأول قلت مصر عملت مبادرة نجحت المبادرة بشغل جبار على مدار 55 ساعة أجهزة تتحرك اتصالات لم تتوقف قدمت مبادرة عمل تعهدات وافق الجانب الفلسطيني ممثل فيه حركة الجهاد وافق الجانب الإسرائيلي شكر مصر شكر مصر قد يالأمر عشان محدش يزايد يعني أنا عارف إنه يجي بالليل ألاقي بقى الجماعة إياهم يقول لك وإسرائيل ومصر وأصل العلاقات القوية والعلاقات إحنا علاقتنا قوية مع الجميع لمصلحة الشعب الفلسطيني عشان محدش يزايد وبقول تاني الشكر كان موصولا من الجميع قال اتنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أشاد بالجهود المصرية وبموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وثم نسيته مواقف أخيه فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني قادر رئيس الفلسطيني مجلس الوزراء الفلسطيني بكامل هيئاته برئاسة محمد اشتاية النهاردة الاثنين قالوا إنه بنشكر مصر على ما بدلته من جهد لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني يبقى الجانب الفلسطيني الجهاد اللي معهم السلاح سلطة اللي معهم الشرعية مجلس وزراء بكامله بيشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على ما بدلوه خلال الساعات القليلة الماضية لوقف نزيف الدم من الشعب الفلسطيني طيب الرئيس الأمريكي بايدن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين على الدور المركزي في التهدئة وعمل تلات المتحدة الأمريكية من أجل بجموعة اتصالات خلال آخر 72 ساعة مع مسؤولين من كل الأطراف ونجحت هذه الجهود المصرية في وقف نزيف المعركة الدائرة وقال الرئيس بايدن بعد ما شكر مصر قال أنا دعمي لأمن إسرائيل طويل ومتد ومشيسيبهم وهم وهم يعني طبعا دعموا لإسرائيل ألا ناصريوني فده موضوع يعني مش موضوعنا لكنه في النهاية تقدير أمريكي والرئيس الأمريكي طلع بيان شكر فيه الرئيس السيسي ومصر على موقفها تجاه ما جرى في غزة الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أيضا رحب بإعلان وقف إطلاق النار ويشكر الجانب المصري ودع جميع الأطراف لإحترام هذا الاتفاق فيه النهاردة جمان جلسة لمجلس الأمن أعتقد شغالة أو خلصت بطلب من الجانب الفلسطيني لمنقشة التداعيات الحرب التي كانت دائرة خلال اليومين الماضيين الخارجاء الروسية رحبت بجهود الوساطة المصرية في التواصل ووقف إطلاق النار وقالوا أنه مصر هي الدولة القادرة على فعل هذا دون غيرها طبعا يعني دي كلها إشادات في موضعها وفي مكانها وفي توقيتها بالجهود المصرية بس أنا عايز المصريين يعرفوا حجم الجهد اللي بيبزل من أجل القضاء الفلسطيني وعايز الفلسطينيين يعرفوا حجم الجهد المخلص المجرد 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 ثلاث مرات ليس لنا أي أغراض أو أهداف أو نواية إلا الخير للشعب الفلسطيني زي ما هو الليبي زي ما هو السوداني زي اليمني لأن إحنا مصلحة الدولة الكبرى مصر الشخيقة الكبرى للجميع أنه يعم الأمن والأمان والخير على الجميع لأنه ده بيصب في النهاية علينا جميعا والأمن القوم المصري مرتبط تماما بالقضاء الفلسطينية بليبيا بالسودان بكل هذه الدول الشقيقة وإحنا بنقول إحنا شغالين وبنتحرك بنبز الجهد الصادق عشان كنا بينجع والحمد لله إشادة فلسطينية من كل الأطياف السلطة الرئيس الفلسطيني مجلس الوزراء جماعة بتوع الجهاد والجانب الإسرائيلي لبيد والأمم المتحدة ومجلس الأمن أمريكا روسيا الاتحاد الأوروبي الأردن الكويت كل دول عالم مبارح ليس لوسائل الإعلام العالمية إلا الحديث عن الدور المصري إلا الحديث عن الدور المصري وأصبحت مصر هي المكان الذي ينظر إليه الجميع لاستقاء الخبر لأنه هي صناعة الخبر كان في مصر صناعة التحرك كان في مصر صناعة البيان اللي صدر والتهديئة اللي تمت كانت في مصر يعني التهديئة الفلسطينية الإسرائيلية صناعة مصرية السلام بين إسرائيل وفلسطينيين لن يكون إلا صناعة مصرية بقول إنه اتفاق التهديئة الذي جرى بالأمس صنع في مصر فلابد إنه كل الناس تعرف ومش عيب إن إحنا نقول ومش نوع من الشفونية إن إحنا نحكي على بلدنا لا ده حاجة عظيمة جدا بتستدعي مننا جميعا إن إحنا نفخر ونكون على وعي كامل بدورنا لأنه في بعض الناس عندهم زوية نظر قاصرة هو شايف إنه حماس إخوان هم إخوان وإحنا ضد الإخوان وإحنا ضد الإخوان قلبا وقالبا ودائما وآبدا لكن هل يمنع هذا إنه يكون في التواصل مع هذا الفصيل من أجل قضية مركزية في فلسطين ما فيش ما يمنع ما إحنا بنقعد مع الفلسطينيين سواء إخوان ولا فتحاويين ولا جهاد ولا مسيحيين ولا مش فارقة معهم إحنا بنقعد مع الجانب الفلسطيني مؤثر على الأرض بنقعد معاه طالما مؤثر على الأرض بنقعد معاه من أجل أن يكون لدينا تواصل مع خيوط اللعبة السياسية في كل الأماكن ده يا جماعة دي دولة ده دور دولة حقيقة لكن صحيفة يا دعوت أحرنط الإسرائيلية قالت خمسة وخمسين ساعة حرب وضرب مئة وسبعين هدفا إحصائيات إسرائيلية للهجوم على غزة والتقرير لعبري قال إنه الهجوم اللي بدأ بدأ الجيش الإسرائيلي بدأوا الجيش الإسرائيلي الجمعة استمر خمسة وخمسين ساعة وبدأ بتموه إسرائيل حيث أغلقت تلق بي منطقة غلاف غزة إلى آخرة قالوا إن فيه حوالي ألف ومئة صاروخ تجاه المدن الإسرائيلية من حركة الجهاد وقالوا يعني إنه العملية استهدفت فقط الجهاد الإسلامي على غرار عملية الحزام الأسود في سنة 19 ده يدعوذ أحرنط الإسرائيلية و خلينا أقول لحضراتكم إنه دينيس روس اللي هو المبروث الأمريكي السابق لشكل أوسط أو الأسبق ده مسشار في معد وشنطن دلوقتي وزميل في برنامج الزمالة بيقول إيران عملت تغريدة يعني تجيبها لأبرا قدامي بقول إيران دائما مستعدة للقتال حتى آخر فرض فيه وكلائها ولا عجبة فقد ضغطت على الجهاد الإسلامي لعدم قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل إيران متخصصة في الدول الفاشلة وإفشال الدول ولقد فضلت بطبيعة الحال المزيد من المعاناة في غزة لحسن الحظ يبدو أن الجهاد استمعت إلى مصر وليس الإيران إحنا مش في إصراع مع أحد برضو لسنا في إصراع مع أحد ولن نكون ولن ندخل في توتر مع أحد إحنا عايزين على خطة متوازنة مع الجميع عايزين نصل إلى ما يسمى بصفر مشاكل عايزين نعيش في هدوء ونتعاون لأن التعاون مفيد إحنا عايزين نبن بلد اللي عنده مشروع مش عايز حد يعطله كل بالكم فلسافة مصر فلسافة الإدارة السياسية في مصر كما أفهمها إنه اللي عنده مشروع ضخم يا جماعة مش فاضي يضيعه بتفاصيل فرغة ومش فاضي يبعد عن الطريق الأساسي الطيار العام أنا بابني بلد بلد كانت شبه بلد بابني بلد كانت ضيعة بابني بلد كانت هدضيع بابني بلد كانت بضيع بابني بلد اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وبابني بلد بنية تحتية ومصانع وتعليم بابني بلد وانا بابني بلد ممكن حد عايز يعطلني فيشغلني يرميلي حاجة كده ناحية بحر المتوسط حاجة ناحية ليبيا حاجة ناحية سودان حاجة ناحية سيناء حاجة ناحية فلسطين حاجة ناحية مش عارف البحر الأحمر حاجات كتير جدا استطاعت الإدارة السياسية المصرية والقيادة السياسية المصرية بحكمة بالغة من قسين محمية بقوات مسلحة وبقوة حقيقية عندي قوة موجودة وعندي حكمة القوة بتحمي الحكمة والحكمة بتتحرك في ظلال القوة بالتالي أبطلنا مفعول في خاخ كانت منصوبة للدولة المصرية يلا هنعمل حرب في ليبيا هنعمل حرب فيه مع تركيا هنعمل حرب مش عارف مع مين هنعمل حرب مع مين مع مين والناس بتنادي قد يكون اللي بينادي بحرب هو شايف زاوية زاوية رؤية ما يشايف غير حرب وممكن بالتأكيد بيحب بلده بالتأكيد بيحب بلده اللي في الداخل بتكلم لازم نحارب عشان المياه لازم نحارب عشان تركيا في ليبيا الغاز كل ده اكيد زاوية وطنية لكن في ناس بره بتغزي هذه الزاوية الوطنية واتطلحها عن اطار العقل والحكمة ويبدأ الناس تقول نعمل كذنب الجاسيدي احنا ما نستطيع ان نأخذه بالحكمة ما نستطيع ان نأخذه بالحوار ما نستطيع ان نأخذه بالدبلوماسية فليكن ليه لاني عندي مشروع مش عايزه يعتل عندي مشروع مش عايزه يتوقف مشروع عنوانه اللي أنا بختاره اسمه تغيير واقع الناس تغيير واقع الناس من خلال بقى بنية تحتية بتتعمل حياة كريمة بتتعمل صحة تعليم الى اخيرة احنا في مصر مش عايزين ننسى الهدف الاساسي انا بقول هذا الكلام وانا بتكلم على فلسطين ليه بتكلم على فلسطين دلوقتي بتكلم على فلسطين لانه ما زال في المكنون النفسي والشعبي المصري وما زال في الضمير الجمعي المصري في ضمير الوعي الجمعي المصري ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية اللي يؤمن بيها المية وثلاثة مليون مئة بالمئة حق الفلسطيني يرجع الاحتلال يمشي يبقى في دولة فلسطينية ده كل الاطفال بيتولدوا على كده مش هتتغير عندنا علاقات مع اسرائيل من تسعة وسبعين لم يتغير هذا الثابت في وجدان الناس مش هنقدر نغيره لكن هذا الثابت شيء واني بتحرك دبلوماسين واسياسين شيء تاني وانا بقول الجماعة اللي بتقول المقاومة في فلسطين اسيادنا بتقول المقاومة على راسي كلهم توحدوا مش هينفعنا توحد طب اتفقهم مش هينفعنا اتفق طب السلطة الفلسطينية اللي هم وغدين جانب المفاوضات ياسر العرفات قال لهم لا تسقطوا غصن الزيتون الأخضر من يدي اسقطوه طب ما فائدة المفاوضات ما هو احنا يقيم المفاوضات يقيم المقاومة لكن الميكسي ده بيش هيبش مع بعضه الخالط ده بيش هيبش مع بعضه يا اما نمشي كلنا في مصار واحد اما انه تتحل القضية بواحد اتنين ثلاثة واما يكون في مقاومة خلاص حل السلطة خلاص هتعمل ايه او وقف المقاومة يعني انا طبعا اهل مكة قادرة بشعابها لكن برضو احنا شايفين لان احنا نتبر من اهل مكة انه شايفين بيعنينا ايه اللي بيحصل يعني الحرب بتاعت المبارح دي يا جماعة هي الحرب الخامسة مش كده يا ابراهيم ولا السادسة كمان في غزة يعني احنا يشغالين 2008 يشغالين كل سنتين حرب عدوا يعني ياريت حد يعملها اكيد الباحثين نعملينها يعني كم ضحية فلسطيني خلال الحروب الخامسة كم اسير فلسطيني كم بيتة هد معنى ذلك ان الطريق ده هو بيجي بس على فلسطينيين يعني الضحايا فلسطينيين الجل باسرائيل بحصلوش حاجة طب بغير الفكرة بقى شوف فكرة تاني يعني طول ما انت بتطلع بصواريخ وتضرب وهنعمل وكذا وقسم من ناحية وصر القدس من ناحية وغيره من ناحية واحنا كذا وقال في صاروخ في الاخر عملت ايه حررت ارض لا عملت حياة للناس عندك كريمة لا طب انت ايه اللي انت عملته ولا حاجة يبقى الطريق ده اكيد غلط اكيد في الطريق تاني ايه هو ما عرفش انتوا تعرفوا يعني انا انا بتكلم بشكل محايد ومجرب ومحب وعاشق للحرية للشعب الفلسطيني بقول انه ما تقوم به حماس وما تقوم به الجهاد وما تقوم به باقي الفصائل لم يؤدي الا الى مزيد من الدماء والضمار للشعب الفلسطيني طب هم غلط طب هم بيعملوا حاجة يعني لا سمع الله خارج التاريخ لا كل الدول اللي كانت محتلة فيها حركات كفاح وعركات مضال وغيره لكن لم يثمر هذا الكفاح عن تحرر وانما اصفر عن مزيد من الخسائر في صفوف الشعب الفلسطيني الاعزل الغلابة ملح الارض الاطفال النساء شفنا يا جماعة اهو امبارع انا مش متكلم كلامني يعني في تلات ايام مات اربعة واربعين كم واحد في اسرائيلي ولا واحد يعني الارقام لا تجذب يا جماعة انا ضد انه يسيل دم انسان سواء اسرائيلي ولا فلسطيني ولا بوزي اي حد عشان ما حدش يقول ان احنا منهم احنا بنقول يا جماعة عايزين الحق الفلسطيني يرجع هيرجع بالمقاومة يلا روحوا قوم احنا معاكم برضو على فكرة احنا معاكم على فكرة برضو يعني في المقاومة معاكم وعلى قلب الراجل يلا كلكم توحدوا فك السلطة واشتغل اطلع اطلع او اطلع على المفاوضات وكلنا معاك برضو انت حد بس يكونوا مع بعض كونوا كلكم مع بعض يعني انا لكن انا فتح يا جماعة فتح انا اسف يعني حركة فتح حركة تاريخية ومنظومة تعليم فلسطينية حركة فتح برضو تقلت يعني هل الشيب يعني سحب هل شاخد فتح انا معرفش انا معرفش يا جماعة هل عجزة فتح هل شاخد فتح فتح فين شباب فتح يا جماعة فين يعني يعني خلينا اقول فيه طيارات طبعا طلع بفتزة يطر الاستقلال و انا برضو عايز اعرف الجانب الفلسطيني كله هل يمكن ان هو يتوحد ده سؤال فيه حد من الفلسطيني نفسه قال لي قال لي انت واهم قال لي مستحيل قال لي مستحيل لانه الوضع اللي موجود ارتضاه البعض لتحقيق مصالح انا بقول له اه مين الضحية هو الشعب الفلسطيني مين الضحية هو المواطن الفلسطيني مين الضحية البنت اللي عندها خمس سنين قلاء اللي ماتت هو ده يا جماعة هو انا اقعد دلوقتي اطلع دلوقتي اجيب الحطة الفلسطينية ودلوقتي اطلع ممكن اعملها دلوقتي واشغل يلا يا ابراهيم شغال لي القدس وكذا وين العرب وين الملايين وين كذا وشغال جوليا بوترس واعد معاك واشتغل وتمام وعيد يا سلام والله يبقى منافق والله يبقى منافق ليه لانه هقول كلام بيتقال من ايام امتى يا جماعة من امتى يا جماعة من كان المكلسوم كان بتغني وكان فيروس بتغني وكان محمد عبدالوهب بيغني وكان عرحالين بالكل وكان بيغني ليه القدس والقدس ترجع وكذا 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 وياما محمود درويش مقال وياما نزال خباني مقال الان اصبح عندي بندقية يا سلام وحصل ايه ايه اللي حصل لغاية دلوقتي لغاية النهاردة بقى لها كم سنة القدرة الفلسطينية من 48 لغاية دلوقتي يا جماعة من 48 حتى من ساعة التقسيم وحتى الان 2022 يعني انا اسلم الراية للي بعدي وانا باهتف ما زلت اهتف ما زالت فلسطين في قلوبنا والقضية الفلسطينية والقدس القدس القدس ايه عم في ايه ده نص جماعات ارهاب العالم يسمي نفسهم القدس ومسجر القدس وتحرير القدس ومسجد الاقصى وتحرير الاقصى وحتى عمر راح ولا شاف يا جماعة في ايه احنا احنا ماشيين غلط بنتصرف غلط لذلك لما الرئيس السيسي انا فاكر كان في اسيوت يمكن او في في مكان في الصعيد وقال يا جماعة امامنا فرصة ان احنا نقدر نحل القضية حل الجزء وفي جد قال يا جماعة عايزين حل نهائي الكلام ده الناس بيمر على الناس مر الكرام كده لا واحنا شايفين الصورة قدامنا اما هنقعد نتكلم الى مالي نهاية والمفاوضات ومصار المفاوضات وحياء المفاوضات وموت المفاوضات وغزى المفاوضات ومكياج المفاوضات يا عم احنا عايزين نخلص احنا عايزين حل نهائي انا عايز حل نهائي من فلسطيني دكر يطلع يوحد الصفوف ويطلع يوقف مفاوضات يلا نخلص مقاومة يلا نخلص وحنا كعرب معاكم وحنا كمصر ما يتفق عليه الفلسطينيون نحن معهم احنا نقوله بشكل واضح جدا وبالمناسبة اكتر ناس يعرفوا يتعاملوا مع الجانب الاسرائيلي وهم الفلسطينيين عادي جدا يا جماعة تجاوزنا الانشيد الوطنية اللي بتتغنى بالحق الفلسطيني لان الانشيد الوطنية وهذه الصراخات الوطنية الباكية لم تعيد الارض ولن تعيد الارض ولن تعيد الحق يعيد الحق القوة والقوة في الاتحاد والاتحاد صعب نعمل ايه اربعة واربعين شهيد امبارح دفنه وبعدين طلع زياد زياد النخالة بيقول ايه الله يا جماعة شيء اهو غزة سجلت انجازا تاريخيا وعلى رأسها سرايا القدس ونحن من فرد الشروط اهو اهو يا جماعة اهو زياد النخالة بيقول غزة سجلت انجازا تاريخيا وعلى رأسها سرايا القدس ونحن من فرد الشروط يا عم زياد أطلع عطف زيك وبصوت أعلى من صوتك وأقول أمجاد يا عرب أمجاد لكن يا عم زياد 44 واحد ماتوا من غزة منهم 11 طفل ومنهم 3 ستات ومنهم 3 من القادة بتوعك فين الإنجاز التاريخي فين هو الإنجاز التاريخي أنا أكاد أجن يعني هو الكلام ده هو بتاع غزة الصامدة الباسلة العظيمة سجلت إنجازة تاريخيا أين هو الإنجاز؟ عشان أشوفه بس بالأرقام عشان أفرح معاك 44 جزة 44 شهيد منهم 3 منهم تيسير الجعبري القائد بتاع سرايا القدس في شمال غزة خالد منصور قائد سرايا القدس في جنوب غزة عبدالله قدوم رئيس وحدة الصواريخ فيه اللي بعملهم الصواريخ راحوا التلاتة اتبقاروا التلاتة 44 واحد وبعدين في الآخر نقول إحنا عملنا إنجاز تاريخي هو إحنا لسه مستمرين نقول أمجاد يا عرب أمجاد وإحنا محتلين يا جماعة أنا كلامي مش عايز يبدو إنه هو نوع من الخنوع لا والله ده نوع من الغيرة وموجهة الواقع وعايزين نفوق عايزين نفوق لو كانت ضربات الجهاد أو حماس أو أي فصيل فلسطيني هترجع الحق الفلسطيني لأصحابه في دولة فلسطينية والله معاك لكنه كل أربع خمسة حروب اطلع يلا صواريخ من اللي يموت فلسطينيين من اللي يتهدم فلسطينيين من اللي يتعور من اللي يتيتم من اللي يموت فلسطينيين والجانب الإسرائيلي يبقى فيش توازن ماهو أنت ما فيش توازن بيحصل فبالتالي لن تغير من الخريطة لن تغير لن تستطيع أن تفرد شروتك أنا طبعا قلبي مع الفلسطينيين قلبي مع الفلسطينيين مين هم الفلسطينيين اللي بيسموهم ملح الأرض اللي موجودين اللي مهانين العزل اللي مش عايزة أقول في حالة إزلال لكن بقول هم دول اللي صعبانين علي أنا قلبي معهم في نفس التوقيت أفخر ببلادي إنها استطاعت من خلال تواصل موجود مع الجميع إنها تنهي هذه الفتنة وتطفئ هذه النيران المشتعلة بقى الكلام بقى يعني دغدغ المشاعر الجماهير والناس وغيره مين بياخد تعليمات من هنا ومين بياخد تعليمات لكن في النهاية حماس لم تشترك ولم تشتبك وده يديك فرصة للتأمل هو لو مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيل ما هو الدافع الذي دفع حماس ألا تشارك مش عايزين نحر أرضنا أنا واخوي على ابن عمي وابن عمي على الغريب يعني لكن القصة القصة إن فيه حماس والجهاد الاتنين في غاز حماس بتقول إحنا أسياد غاز إحنا حكام غاز والجهاد بتقول إحنا نحن هنا موجودين فالجهاد طلعت حماس قدتلهم أنت استأذنتوني الأول أنا الكبير ماستأذنتوني إن شاء الله عايشوا لوحدكم يعني عندي يا جماعة أنا بسأل وبقول حل يعني غازة وكأنها دولة مستقلة دلوقتي بتقودها حماس والجهاد معها بتناول أصابع إيرانية مع الجهاد وأصابع مش عارف إيه مع حماس وإحنا في الآخر الضفة في حتة وغزة في حتة وده في حتة وده في حتة وبالتالي فيه تشارز موجود والسلطة الفلسطينية موجودة كان الله فوقهم طب اتحل إزاي السؤال بقى الختامي في القصة دي ماذا لو لم يكن لمصر تدخل بالأمس السؤال بشكل تاني ماذا كان سيحدث لو لم يكن لمصر تواصل واتصال وعلاقات مع الجهاد الإسلامي مع حماس مع السلطة الفلسطينية مع إسرائيل أنا أساب لكم الإجابات أساب لجميع الإجابات كان شكل الوضع بإيه مزيد من الضحايا مزيد من القتل التخريب الهد فنتيجة الرؤية المصرية في ضرورة التواصل واستمرار قط التواصل وخطوط الاتصال مفتوحة بين مصر وبين جميع التواقف والجهات والجبهات هو الذي مكن مصر من الوصول إلى هذا الاتفاق تاني أنا بقول إنه ما جرى شيء يدعو للفخر إن احنا نجحنا في ذلك لكن أيضا ما جرى يدعو للحزن على هؤلاء الضحايا الذين سقطوا خلال هذه المعارك وبقول تاني إنه عايزين نغير اللعبة ونكون واقعيين لأن الواقعية هي القادمة أما فكرة إنك تعيش في إطار وفي جلباب أيديولوجية معينة ما عادت تجدي وما عادت تسمر وما عادت الجمهير ينطلي عليها هذا فاصل قصير ثم نعود لنواصل ما تبقى من ملفات أهلا بحلالكم من جديد عندي تقرير أخرجته المنظمة الدولية للهجرة في مصر مكتب مصر والحقيقة قرأت التقرير وخرجت بمجموعة من الأرقام التي تقبل الجدل التي تفصح وتوضح الكثير من الأمور التي كانت موضع جدل أو شك التقرير اللي أعدته المنظمة الدولية للهجرة في مصر قدرت على المهاجرين الذين يعيشون في مصر الآن بتسعة مليون شخص من مية تلاتة وثلاثين دولة تسعة مليون شخص من مية تلاتة وثلاثين دولة خليه أستعرض سريعا توزيع هذه الأعداد يعني من السودان حوالي أربع مليون أربع مليون شقيق سوداني سوريا مليون ونص اليمن مليون ليبيا مليون السعودية ستمائة ألف جنوب السودان تلتمائة ألف الصومال ميتين ألف العراق مية وخمسين ألف فلسطين مية خمسة وثلاثين ألف وتسعمية إثيوبيا سبعتاشر ألف باقي الجنسيات من مية تنين وتلاتين دولة مية وتسعة ألف ستمائة وخمسين المجموعة تسعة مليون واثناشر ألف خمسة وثلاثين أه شخص ده آه طبقاً ليه الدراسة وطبقاً ليه الإحصائية اللي ورد من المنظمة الدولية للهجرة يعني أتصور أنه هذه الأرقام أرقام دقيقة قامت بها هذه المنظمة بتقول أنه عندي 97% منهم مهاجرين ولاجئين وطالب اللجوء 3% يعني 9 مليون و12 ألف 97% منهم مهاجرين يعني جاي تعريف المهاجر برضا يا جماعة أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد يعني أي حد يخرج من بلده يلعد في بلد تانية ده بيسموه مهاجر وطبع الوضع للقانون وغيره كان واحد 97 طيب هنا بقى نسب المهاجرين واللاجئين وطالب اللجوء المستضعفين بين سكان المهاجرين عندي مهاجرين مستضعفين 15% اللي هم ظروفهم صعبة جداً ويعني جاي غزباً عنه مجبر والمهاجرين باختيارهم 85% مفيش ظروف صعبة يعني يبقى المستضعفون 15% والمهاجرين العاديين اللي هم عندهم ظروف قادرين واخدوا قرارهم ومعاهم فلوسهم 85% غيره أبراهيم عندنا أعلى خمس محافظات بالصديف مجتمعات المهاجرين القاهرة هي الأولى بعدها الجيزة بعدها اسكندرية بعدها دومياط بعدها الدقالية دي الخمس محافظات الأكثر استقبالاً للمهاجرين في جمهورية مصر العربية عندنا الإناس 49% والذكور 50% يعني تقريباً تكاد تكون النسبة تكوين النوع للأعداد المهاجرين في مصر متوازنة إناساً وذكوراً عندنا اللي بيشتغل بقى 37% من المهاجرين بيشتغلوا وعندنا 45 لا يعملون ولا يبحثون عن فرصة عمل يعني قاعد ما بيشتغلش ومش عايز يشتغل كام في المية؟ 45% لا يعملون ولا يبحثون عن فرصة عمل 18% خد بالك الكلام ده فين؟ الكلام ده في مصر الكلام ده في مصر اللي 100-103 مليون اللي عندي 103 مليون عادة سكاني فيه عندي يضيف عليهم حضرتك 9 مليون مهاجر ولاجئ في مصر لا عندنا مخيمات ولا عندنا تمييز ولا عندنا اللي بيروح يشتري عيش هيقولوله لا ده انت مش مصري ولا اللي بيروح يشتريه غضره انت مش مصري ولا اللي بيروح السوبر ماركت يقوله انت مش مصري كل الناس اللي عايشين على أرض مصر سواسية في الحقوق والواجبات والأكل والشرب والملبس والمسكن وغيره 9 مليون مهاجر موجودين على أرض مصر خلينا نروح ليه الاستاذة سلمة حسن المساعد برنامج سياسة الحوكمة والاتصال والمسؤولة عن اعداد هذا التقرير اللي اصدرته المنظمة الدولية الهجرة مسائل خير يا سلمة الصوت خضرتك سلماني كده اهلا مسائل خير يا سلمة اهلا بخضرتك وليلي استعراض سريعي لهذا التقرير واهمية اصداره في هذا التوقيت والأرقاب دي بتاعني ايه تمام انا اقولي خضرتك هي الخقيقة انه التقرير ده نتيج عمل يعني هو بقى مشهور بنشتغل عليه يعني بعضنا خطر طويلة جدا بنحاول ان احنا نعمل اعادة تقليم لاعداد المتجرين لانه طبعا اكيد خانوتك فيلم じゃنى مهل يبقى عندنا معلومات عن اعداد المتجرين هنقدر ان احنا نعمل مشاريع مشاريع بتاعتنا والبرامج بتاعاتنا بشكل افضل ونقدر ان احنا كمان ندعم الحكومة بشكل احسن فاحنا بدأنا تقريبا في اكتوبر السنة اللي فاتت النحنا بنحاول نعمل اعادة تقليم نحاول نعرف اعداد المتاجرين بالضبط قد ايه انتنسياتك مختلفة زي ما حقيتك عربت من شوية. اه النوع الاجتماعي. السن اه اتحال الحالة العمل. هل بيشتغل ولا لأ? لان ده طبعا عن ساعدنا ان احنا يكون عندنا فعض اه اوضح. واحنا بنعمل ده استخدمها اه منهجية قوية جدا. يعني احنا ما اعتمدناش على اه على طريقة بحث واحدة. لكن لجأنا طرق بحث مختلفة كتيرة علشان نقدر نوصل للرقم ده. اه مجرد ما بقى عندنا اه معلومات كافية تسمحينا ان احنا جيت بالتقريب وننشوه عملنا كده طبعا بريمان. فاخنا تقريبا اكتوبر واحنا شغالين على جمع البيانات وبدأنا بس اه نوصل مش فكل نهائي للتقريب. طيب اه سالمة اقولي لي اهم ما لفت نظرك فيه الارقام والاحصاءات اللي موجودة في التقرير. اه هي حاجات كتير طبعا يعني طبعا اه اهم حاجة اللي اصد ما ظننا هي العدد. ان احنا زيما العدد المعنى اللي كان موجود قبل كلا كان ستة مليون. ده كان موجود في التصريحات الرسمية. واحنا كان منظمة طبعا وبنعتمد من الحكومة التصريحة المعالمية والبيانات اللي بتيجي منها. فكننا برضو بنستخدم الستة مليون. فكان الجديد طبعا ان الرقم الجديد اكبر بحوالي تلاتة مليون. اه انا برضو حاب اوضح حاجة ان ده الرقم اللي احنا قدرنا بوصله لحد دلوقتي. ممكن يكون رقم اقتل. لان طبعا مصر موجودة في موقع الوراقي جزاب جدا. وحوالينا فيه سرعات كتير. وزي ما حدرتك شرحت برضو سياتات الحكومة المصرية ترحبية جدا. يعني فمصر تبقى بلد بتستقطب المهاجرين اللي هما ييجوا. سواء بتبقى دولة عجوض لو عايزين يكملوا لبلد تلتة او بتبقى دولة يوطيبوا فيها فعلا بيخشوا بكورسة عمل او كورسة اه تعليم. طب التالي كان اه بالنسبة للرقم ازيت من الرقم اللي احنا متعودين عليه. الصوت سيء جدا يا براهيم. انا انا الصوت مش واضحي انا اعتقد ان فيه مشكلة في الصوت. يعني خليني اقول انه ملفة نظري في هذا التقرير والرقم. وانا ظنني وتخديري ان الرقم اكبر من كده. يعني انا ظنني ان الرقم اكبر من كده. لكن اعتمدوا على اه اه يعني على اه طرق احصائية اه اه حقيقية ما فيهاش نوع من الانحراف. تبقى لي اه منظومة البحث اللي عملوه. سلمة مرة اخرى معاي. اه سلمة خلينا اسألك اقولك ايه الفرق بين المهاجر واللاجئ. اه. هي الانسكرة ان كل اللاجئي مهاجرين. يعني اي حد بتحرك من بلد لبلد. او من مكان لمكان بيعتبر اه مهاجر. يعني ولكن اللجوء بيبقى في حالات معاناة تانية مختلفة. يعني في بعض الدول اللي بيحشر فيها سراعات. فبيبقى يعني بيبقى فيها عملية نزوح او بيبقى فيها عملية اه فيها اه حاجة جبرية شوية. يعني بيضطر يتمع بره البلد يروح لبلد تانية. عشان ذنوب يارجع عنها. وقتها بيبقى لاجئ. وقتها بيبقى برضو اه اطار قانوني اخر يحكم صفة اللاجئ يعني. اه انما المهاجرين هو اي شخص يتحرك من البلد لبلد يعتبر مهاجر. فكلمة مهاجر اشمل واعن. ولكن في في حياتنا يعني في تعاملنا اه كامم المتحدة فيه تمييز ما بين اللاجئ والمهاجئ علشان الاطار القانوني بس اللي بيحكم وضعه في البلد. طيب سالمة خلينا اقولك هل تم يعني اه هذا التقرير اللي اراه ان في اه اه معلومات وفي بيانات مهمة جدا. هل تم اه ارساله الى جهات حكومية للتعامل معه او جهات دولية? اه طبعا احنا مبدئيا احنا يعني اه دايما بدأت عامل بشكل اه قريب جدا مع مع المزارات المختلفة. واهم شريك هنا انتها هي مزارة الخارجية. فطبعا اتعرض عليها التقرير يعني اه قبل ما نبدأ ننشوره وقبل ما نبدأ نطلع اي بيانات او معلومات. تم طاح التقرير والرقم اه على اه الحكومة. علشان برضو اه يعني ده مجبودنا احنا بس الناس الوقت عادينا نتأكد اذا كان مجبود ده صحيح بعدها. فطبعا تم التنسيط مع الحكومة المصري. طيب اه كنت اعتقد انه كان من ضمن الحاجات اللي تبقى مفيدة عايز مقارنة بين الدول اللي زي مصري مثلا. يعني مصري فيها تسعة مليون واثناشر الف. تركيا فيها كام? السعودية فيها كام? اه اسرائيل فيها كام? اه المغرب فيها كام? يعني الدول الدول المحيطة او الشبيهة لنا باكستان وغير وفيها قد ايه? دي اعتقد ان ده عملتوه ولا لا? لا الحقيقة احنا ما بنعملش ده يعني احنا التركيز بتاعنا على مستوى المحالة يعني مستوى قومي. اه هي يعني دولة اه مصر تحديدا. لكن طبعا في بعض الدراسات بنشترك فيها بتكون دراسات اقليمية. اه لكن احنا في التقرير دا كنا مركزين اكتر على ان احنا نحاول نفهم اعداد المهاجرين في مصر حوالي قد ونعرف اكتر عن صفات الديمغرافية بتاعتهم. النوع السلم. بحيس ان احنا نبقى فاهمين اكتر مهمة المهاجرين المهاجرين في مصر. طيب يعني سلمة خلينا اقول لك انه المنظمة الدولة الهجرة. اه اه ده مكتب مصر اللي انت فيه اللي عملتوا منه هذا التقرير اللي انت حررتين. اه باقي الدول فيه ارقام ده ان محتاجه. يعني لو انت في الفترة القادمة عايز اعمل مقارنة بين مصر في تسعة مليون. فانا بقى مخضوط ازاي تسعة مليون عندي من المهاجرين واللاجئين. فاتقول لي لا معلش ده تركيا فيها ستة مليون. لا فيه المغرب. فهذا اعتقد هيبقى مفيد جدا خلال المرحلة القادمة اللي دمجوا فيه هذا التقرير. انا مشكورة جدا سلمة اه حسن مساعد برنامج اه سياسات الحوكمة والاتصال في المنظمة الدولية اللي هجرة. اللي افادت بيه معلومة مهمة جدا بعيدا عن كل التفاصيل. ان مصر في تسعة مليون يعني قرابة العشرة مليون اه من الضيوف. خلينا اقول ما بين مهاجر وما بين لاجئ وما حد يستمع صوتنا احنا بنصوت وبنسرخ ويقولوا دينا فلوس. يا امن اعمل المخامات لاجئين يا امن اطردهم. بقول انه اه الحاجة المهمة ايضا فيه هذا التقرير بيقول انه اه الصوت الرسمي للحكومة المصرية اهو قد ينظر الى الخطاب الاجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين على انه عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالب اللجوء مؤخرا الى مصر. ولطالما كانت مصر سخية في ادراج المهاجرين واللاجئين وطالبوا اللجوء اه في النظم الوطنية للتعليم والصحة على قدم نوسواها مع المصريين في كثير من الحالات. يعني ان مصر دولة سخية ومضيافة رغم ظروفها. انا معلش برضو ليه تعليق قد يكون يعني خارج الاطار بالرقمي والعلمي والبحثي. وهو فاكرين يا جماعة لما اعلام اهل الشر والاعلام المعادي بيتكلم على الهجرة المصريين غير الشرعية الى اوروبا. يقول لك ما هو هرب لانه مش لاقي. هرب لانه مفيش وطن يحضنه. هرب لانه لقى فيه اياد قاسية عليه. ما هو هرب عشان. الكلام اللي احنا بنشوفه وتلاقي المزيكة خلفه. مزيكة كده جنائزية وحزينة وتلاقي الناس تعاية اه عيني كذا والبلد دي بلد كذا وكذا وكذا. وكله وكله يسترجع بقى وكله يسترجع بقى ايه اه 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 قصائد احمد مطر. هو بتكلم على الوطن وغيره وغيره وغيره. طيب انا بقول يعني هو ما حال. الناس بتكلم بهذا الكلام ما قروش هذا التقرير. طيب ما سمعوش يعني ليه ما قابلش الناس. الاخوة اللي من الدول من سودان ومن سوريا ومن يمن ومن من سودان ومن اثيوبيا ومن غيره. انتوا جايين مصر ليه? انتوا جايين مصر وقاعدين ليه? مو جاي مصر عشان احسن من بلد اللي هو فيها. بالتأكيد او ظروفها افضل من بلد اللي هو فيها. يعني اما تكون مصر جازبة تسعة مليون يعني عشرة مليون. عشرة مليون ده دولة يا جماعة. دي كم دولة اوروبية يا جماعة العشرة مليون دول. يعني كم دولة كم دولة يا يعني العشر مليون الضيوف اللي عندي دول بيمثلوا بيمثلوا اكتر من دولة اوروبية يا جماعة يعني في ناس جات مصر من 133 دولة قاعدين في مصر مش حايز اقول مصر هي جنة الله في الارض بالنسبة لهؤلاء احنا بالنسبة لنا جنة الله في الارض يعني مفيش اسباب للحب انا بحب بلدي ليه يا عم عشان هي بلدي انا بحب امي ليه يا سيدي عشان هي امي بصرف النظر عن فيها ايه صح وفيها ايه غلط بصرف النظر ان هي بتديني ايه وباخد منها ايه انا بحبها عشان بلدي اسباب الحب ايه في ناس تقولك يا عم البلد طالما مدتنيش انا محبهاش يا حبيبي ده مش فندق مش فندق لو الخدمة ساءت تبحث عن فندق الجديد ده وطن ده بلد يعني انت اقولك انا بحب مصر يقولك يا عم مصر فيها وفيها 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 يا سيدي معاك فيها كل الكلام ده هو بس انا بحبها ليه ما هو كده انا بحب امي ليه يا سيدي هي امي احسن واحدة في الوجود اه عندي انا احسن وفي الوجود لكن عند الاخرين حدي انا برضو بحب بلدي نفس الكلام فبالتالي الناس اللي بيهجموا مصر وبيهجموا الوضع في مصر وبيهجموا الهجرة اللي من بعض المصريين للخارج بقول لهم انظروا انظروا الى الجانب الاخر وشوفوا الناس اللي جاي مصر 9 مليون ولا 10 مليون عايزين يقعدوا في مصر حبا في مصر عدد يا جماعة دول كتير جدا 10 دول لو في دولة عدد سكرها مليون ولا 2 مليون ولا ده ده مليون شوفوا كم دولة يعني احنا مستضفين مستضفين كم دولة يا جماعة ده في دول جنبنا يا جماعة مش بكملها مليون مش بكملها مليون يعني خليني بس في نفس الوقت سبحان الله يعني احنا مصر الدولة اللي بيقولوا علينا وحقول الانسان وبيقولوا علينا كذا اللي يقول يقول لانه مش هيبطل ولا لانه احنا اكتشفنا ان هي يعني فزاعة في الولايات المتحدة الامريكية الرئيس بايدن عمل تويتا منزعج جدا ليه قال ان انا منزعج من قتل اربعة شباب مسلمين في اكالة في ولاية نيوجيرسي ورا بعض نيو ميكسيكو نيو ميكسيكو ورا بعض ازاي قال لك يبدو انه هو قتل على الهوية يعني قتل عنصري يعني عنصرية امريكية وحاكم نيو ميكسيكو ولا الحاكمة زعلان جدا جدا قال لك ان المبارح يوم الجمعة فيه واحد تم اطلاق النار عليه بشكل انتقائي ومن خلال اسبوعين فاتوا اتنين وفي شهر نوفمبر واحد تاني فالمجتمع الامريكي في حالة فزع بشرف النظر عن البيان الرسمي للرئيس والبيان بتاع البيت الابيض وبيان ادارة الولاية نيو ميكسيكو انه في النهاية هناك عنصرية موجودة في كل مكان حتى في المجتمع الامريكي احنا في نصر هنا بنضرب حد على اساس انه هو مسلم ولا مسيحي ولا بوزي ولا لديني ولا ملحد ما فيش احنا بنستقبل كل الناس على انهم ناس بشر الانسانية هي الاساس اهو ادي بايدن متاخرين ابراهيم ليه في الحاجات ابراهيم اهو ادي بايدن بيقول انا انا حزين وغطبان ومتداي ومصدوم من اللي بشوفه وكذا 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 يعني الكلام فاحنا في مصر مستضفين تسع مليون وما فيش عندنا الحمد لله يوم ما حصلت حدث تنمر بواحد من الاخواننا زادة البشرة السمراء الدولة بسرعة والنائب العام وكله جابوا الولد اللي كان بيه تنمر واتقبل عليه ايام كورونا انا فاك فبالتالي احنا دولة الحمد لله حيوية ودولة محترمة ودولة نبيلة ودولة فيها يعني خير موجود وان شاء الله نخرج من هذا الزخم الاقتصادي والمشكلة الاقتصادية العالمية اللي مؤثر علينا ونبقى نكمل في مشوارنا ان شاء الله خليني سريعا اروح النهاردة كان فيه لقاء اتماع السيد الرئيس مع اللي وقر كان حرب وليد أبو المجد المدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقوات المسلحة وحضر هذا اللقاء المهندس احمد السويدي رئيس مجموعة سويدي الالكتريك والمهندس احمد عودة رئيس شركة سويدي الالكتريك ايضا البنية التحتية والمهندس وائل داود نائب الرئيس تنفيذي لمجموعة شركات سويدي الالكتريك السفير برسام قال ان الاجتماع تناول متابعة الموقع التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطن الصناعة والقطاع الخاص يعني اللي قاعدين فيه واحد اللي هو وليد أبو المجد وفيه ثلاثة من القطاع الخاص يبقى الرئيس النهاردة اجتمع مع القطاع الخاص بحضور من جهاز الخدمة الوقتين للقوات المسلحة اللي دخل فيه شراكات دلوقتي فيه توطين الصناعة ومجموعة السويدي لها شغل داخل مصر وخارج مصر وعندها قلعة صناعية الحقيقة هي والمؤون العرب عاملين سد في تنزانيا فالسيد الرئيس وجه بتعزيز توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا وما يتمنوا ذلك بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية واستغلال الصناعات الوطنية السيد الرئيس وجه بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات توطين الصناعة والمتحدث الرسمي قال ان الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة خاصة قطاعات المشروعات التنموية الكبرى بما في ذلك اجهزة الرئيس الحديثة بما يسهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة ومن ثم خفض الفاتورة الاسترادية طبعا النهاردة كان الاجتماع بنعمل انظمة التحكم في المياه في الرئي انباري حكنا بتكلم حتى في المشهد وجايبين مجموعة من علماء بيتكلموا فيه كيفية الاقتصاد في المياه من خلال التحكم والشارع عن بعد والاقمار الصناعية النهاردة الرئيسة هو تم عرض جهود توطين صناعة مكونات انظمة التحكم في المياه والزراعة الزاكية والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه اللي تحتاجها المحاصيل الزراعية وده كنا نتكلم عنه بتفصيل انبارها خليني قبل ما اطلع بس للمقال المهم اللي هقوله النهاردة صدرات مصر النهاردة يا جماعة بعد مروف ست شهور احنا يعني شهر ثمانية حسبوا الست شهور الاولينيين من السنة اللي هو نص السنة الاول ست شهور من يناير لشهر يونيو صدرنا ب 19 مليار و 400 مليون دولار 14 19 مليار و 400 مليون يعني 19.4 مليار دولار في ست شهور طيب وده كويس او لو وحش ما عرفش انت اللي تقول لانه السنة اللي فاتت في سنة 2021 في نفس الست شهور صدرنا ب 16 مليار و 2 من 10 يبقى فيه زيادة في الصدرات 20% الصدرات دي خد بالك غير بترولية الصدرات ايه غير بترولية الكلام ده يا جماعة يا جماعة كلام ده ما بنخمش به ليه في يعني احنا عاملين نتكلم على اسعار والزيادة والمشكلة الاقتصادية ما فيه خبر كويس وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والردات اللي بتجمع الارقام بدقة بتقول يا مصر يا مصريين احنا صدرنا او انتوا صدرتم في 6 شهور بتسعتاشر مليار واربعة من عشرة والسنة اللي فاتت في نفس المدة الزمنية صدرتم ب16 مليار واثنين من عشرة يعني فيه زيادة السنة دي رغم الظروف السودة اللي احنا فيها كلنا والعالم كله صدرنا زيادة 20% صدرات ايه غير بترولية طيب 22% من الصدرات دي صناعات كيموية يبقى دي فيها ميزة نسبية 19% مواد بناء قطاع الصناعات الصناعات التانية اللي هي الغزائية 4% الصناعات الغزائية 11% نأسف 11% الصناعات الهندسية 10% الحاصلات الزراعية مهمة جدا دي زارت 10% من اجمال الصدرات خلال السنة اللي فاتت وصدرنا بواحد وسبعة من عشرة مليار دولار زراعة واحد وسبعة من عشرة مليار دولار في ست شهور اللي مسلت 10% من اجمال صدرات مصر غير البترولية وكمان صدرنا بواحد وثلاثة من عشرة مليار ملابس جهزة خبر كويس جدا قبل ما نروح للمقال اللي كتبه أستاذنا الكبير أستاذ فاروق جويدة في الاهرام على يومين متتاليين والمقال عنوانه رسالة من طارق عامر السيد المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي أرسل رسالة إلى الكاتب الكبير فاروق جويدة وفاروق جويدة أثر وراء أنه ينشرها كاملة في الاهرام زي ما حضرتك بتقول أنا هقرلكم أجزاء من المقالة اللي كتبها لأستاذ فاروق بيقول يدور جدل صاخب في مصر حول السياسة النقدية والمالية للدولة ويوجد لها ويوجه لها نقد شديد ولأن الأشياء تحتاج إلى توضيح فقد وصلتني هذه الرسالة من الصديق طارق عامر محافظ البنك المركزي يوضح فيها بعض الحقار بيقول طارق عامر تناول الإعلام في الفترة الأخيرة السياسات النقدية والمالية وتكييل الاتهامات والانتقادات لإقتصاد المصري وحقيقة بيقول طارق عامر يصعب علينا أن نرى الصورة مشوشة للمواطن وأن الموضوعات لا يتم تناولها بالعمق الكافي والمعرفة المطلوبة ولم تسلم سياسات أسعار الصرف والفائدة والبرصة وميزانيات البنوك ومراكزها النقدية من كل هذا النقد وسوف أحاول توضيح بعض الأساسيات التي لم يتم تطرق إليها من اللي بيقول هذا كلام طارق عامر في حين أن السياسات الاقتصادية الكلية كانت قد أسست عبر عشرات السنوات بناء على توجهات متطابقة مع أفكار الخبراء الذين يتم استضافتهم ونجدهم اليوم غير راضيين عن النتائج بل نصبوا من أنفسهم نقادا للنتائج التي هي أساسا أسسوا لها على مدى عقود يعني بيقول باقتصار الخبر اللي بيطلعوا دلوقتي ينتقدوا القطاع المصرف والبلوك وغيره كان هم اللي مصدعين دماغنا بقالهم عشرات سنين بينادوا بيها والنهاردة جين ينتقدوها فهم الداعون هو بيقول لبيع أصول الدولة وتحويلها لأسهم وتوزيها على المواطنين ونذكر البعض من هذه التصرفات بيع شركات الدولة للقطاع الخاص وفي بعض الأحيان تمويل هذا البيع من البنوك المصرية وهذا ما أوقفه البنك المركزي بقراراته سنة 2005 وكان من أساسيات السياسات التي انتهجت سياسة التجارة الخارجية الحرة وإبرام التفقيات لتفتح أسواقنا أمام البضائع الأجنبية المنافسة تهاوت الصناعة المصرية الضعيفة والزراعة وبدأ المواطن المصر يتحول إلى النمط الاستهلاكي وبدأ استنزاف موارد مصر من النقد الأجنبي كل دي كانت أخطاء ماضية البنك المركزي والسياسة المصرفية على الجتها وبسياسات مالية مصاحبة لسياسات خطيرة في التجارة الخارجية انهارت الصناعة والزراعة ده فيما مضى حتى وصل الوضع إلى أن مصر أصبحت تستورد احتياجاتها الضخمة من الغذاء من الخارج وهذا الضعف الاقتصادي تحول إلى اعتماد تام على الخارج وأصبح المجتمع متعودا على هذه السلع وهذا النمط من الاستهلاك لذا أصبح من اللازم من الدولة توفير احتياجاته وأصبحت مستويات الأسعار والتضخم في سيطرة المنتجين في الخارج وبدأ المواطن في الاستدانة لتوفير احتياجات وأصبحت القروض الخاصة أساسية في حياته وعندما يقوم البنك المركزي بزيارة أسعار الفايدة لتعويض المواطن عن التضخم يثور هؤلاء أن مصر لديها أعلى أسعار عائد في العالم وأن هذا يؤثر على البورسة المصرية ولكن ماذا عن 20 مليون مواطن يعيشون على العوائد لمدخراتهم فالهذا غير مهم ده المقال الأول تاني يوم كتب الأستاذ فاروق باقي الرسالة بيقول وأستعجب من الاهتمام الكبير بالبورسة طرق عمر اللي بيقول وهي الفكرة والغرض منها أن تكون مصدرا لتوفير رؤوس الأموال للمشروعات وهذا لم يحدث تقريبا وأصبحت هي فقط بورسة للمضاربات والاتفاقات غير العلنية أنا قلت هذا الكلام كتير التي تحقق خسائر للمجتمع وعندما يتدخل الرقيب لضبط قواعد التعامل يتكلب عليه أصحاب المصالح بالضغوط والإعلام غير الفاهم أو الوسائل الأخرى يبقى أول حاجة اتكلم المحافظ طريق عمر على الخبراء اللي مش خبراء اللي هم عاملين نفسهم خبراء وبيقولوا إحنا خبراء وبحلفوا بالطلق أنهما خبراء عارفينهم طبعا بيطلعوا يقولوا بيخرق أي حاجة بشرح لأن وجوده مرتبط بالكلام السلبي تاني حد تتكلم عنه زي ما نفهمت كده الإعلام غير الفاهم أو غير الواعي زي ما قال المحافظ ثم أجد من يتحدث عن النقد الأجنبي وهم لم يتدربوا تدريب العمل الكافي على هذه الأمور الفنية فمثلا قرار أسعار الفايدة يتكلمون عنه بكل بساطة رغم أنه يتم بناء على تحلات وبرامج معقلة جدا أنا ساعة زيادة أسعار الفايدة أنا قلت هنا في هذا المكان يا جماعة عشان البنك المركزي يصدر قرار بزيادة سعر الفايدة عشر نقاط أو سعر الصرف لابد أنه يراجع أكتر من ستين متغير لأنه لما يرفع سعر الفايدة بواحد المية بيأثر على أكتر من ستين سبعين قطاع لازم يرجعهم الأول ويحزم حزبة التأثير ويجمعها في الآخر وياخد قراره فعملية معقدة بالفعل هذه بعض الخواطر لموضوع كبير ولكن يجب أن يكون واضحا أن أساسيات المناخ الاقتصادي التي تم إرساها قبل 11 افتقدت في رأيه الإدراك والفهم العميق وتأثيره على المدى الطويل وحاليا هنا بقى الخلاصة مربط الفرص حاليا تحاول الدولة مهم جدا دي تدارك هذه النتائج لتوجهات سياسات يتم تصححها تدريجيا وهذا واضح في توجهات الدولة في الاهتمام بقطاع الزراعة حتى تحولت واحد ونص مليون فدان إلى حضائق فاكهة في حين استولد المواد الغزي الأسية زي الأمح والدرة وزيت الطعام والسمك واللحوم والفول بعشرات المليارات من الخارج إزاي يحول مليون ونصف فدان أزراحهم فاكهة بعد ما قلوا بيزرعوا محاصيل وأنا بستورد من برة يقول محافظ البنك المركزي وبدأت صناعات تقودها الدولة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللي استي قد تتكلم عليه دلوقتي من أجل التصدير وتصدير الأربعين دولة وهذه مشروعات دار بكفاءة كبيرة وانضباط وخبرة مهندسين في الجهاز وخبراء علوم وكيمياء في مشروعات كيمائية وبترو كيموية حقيقة يقول طريق عامر وأنا أعمل في مجال المال والأسواق دوليا وداخليا وكنت مسؤولا عن أعمال بنوك كبرى في عرض من الدول المتقدمة في المنطقة أوروبا أرى أننا بعد أن قررنا أن القطاع المملك للدولة غير ناجح وأهملناه وهذا خطأ وأن القطاع الخاص فتحت له الأسواق على مسرعيها للسياسات من رأيه أنها كانت قاتلة لأنها خلقت فرص عمل لشعوب الدول الأخرى بس تورد من بره يعني على حساب مواطنين بفتح أبواب الاستيراد دون ضوابط وتدهورة الصناعة المصرية لم تنجح تجربة القطاع الخاص في تحقيق التوازن الاقتصادي والنقدي ومن ثم فقدنا هذا وذاك ونحن الآن ومنذ سنوات نعمل في سياسات تصحيحية طبعا بالتأكيد نجد المقاومة من دول مصلحة القاصة ولكن الدولة لا تعمل لمصالح فئة ولكن لمصلحة الجزء الغالب من المجتمع المصري ده مقالين مهمين أنا شايف الناس لقراهم الخبراء يقروهم والإعلامين يقروهم وأنا عندي اختراح للمحترم طرق عامر ما رأيك يا سات المحافظ لو دعوت مجموعة من الصحفيين المتخصصين ورؤساء التحرير والإعلاميين ورؤساء تحرير البرامج التلفزيونية في لقاء في البنك المركزي تشرح لهم هذه الفلسفة الكلام اللي انت قلته وبعدته في جواب للسيد الكاتب الكبير فاروق جويدة أنا شايف أنه أولى به كل هؤلاء يطلعوا حضرتك مع الخبراء اللي عندك يشرحوا للناس كنا فين؟ وإيه الأخطاء اللي حصلت؟ وبقنا فين؟ وصلنا فين؟ وهنعمل إيه؟ والمقاومة إيه؟ عشان يبقى فاهمين عشان نوقف في ظهر البنك المركزي عشان يبقى مع الدولة لأنه اللي انت بتقوله أنا مقتنع به وفاهمه تماما يلا في دعوة على فنجان شايف بس بس يعني فنجان شايف ونجيب الناس المتخصصين ونشرح لهم سياسة مصر النقدية والمصرفية على مدار 20 سنة من 20 سنة لغاية دلوقتي الناس تشف تفهم ويطلعوا يتكلموا بفهم وبوعي وبأرقام للناس هنقطع الطريق على أدعياء الخبرة والناس أنصاف المتعلمين في مجال الاقتصاد أنا وقتي انتهى لكن قبل ما أختم بقول إنه أثير خلال الفترة الماضية خلال اليومين اللي فاتوا حديث عن الغش الجماعي في السنة العام ولقنا في السوشال ميديا أسماء كثيرة متكررة من عائلات بعينها بيقولوا إنه ده كله يعني غش جماعي وغيره مثلا أوه في بيان صدر من وزارة تربية التعليم رصدت وزارة تربية التعليم والتعليم الفني منشورات متنوعة على مواقع التواصل السوشال ميديا لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في التمال العامة ونتائجهم وتؤكد الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو في مرويج معلومات مغرضة كذلك يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية خليني أقول لحضراتكم إحنا دخل امتحان السنة العامة 785 ألف مش كيف يا إبراهيم 785 تقريبا أقل من 800 ألف رقم غير موجود فأي دولة إنك تعمل امتحان وتنقله وتأمنه وتوزعه وتلمي الورق وتبعثه ثاني وتصحح وتعل النتيجة في هذا التوقيت عمل جبار معجز هل فيه انحراف عن هذه المنظومة أكيد فيه أخطاء طبعا فيه أخطاء في كل شيء يعني فيه نسبة أخطاء في كل شيء وارد أنه يحصل لكن هذا الخطأ في حال ثبوته بالتحقيقات لا يجب أنه يجعلنا نهيل التراب على التجربة كلها على الفكرة كلها على المنظومة كلها على الامتحان ونبدأ نهاجم الوزير ونقول للوزارة ونقول ونقول خليني يا جماعة أقول إنه المفروض إحنا ناس كبار مسؤولين فهمين مهمومين بقول تاني الغلطان يا جماعة أنا سألت الوزير مبارح أو الأول مبارح يوم السابق بقول لجان الأولاد الأكابر موجودة والقال إحنا متتبعين وكنا وا 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 وسلفات وا وإحنا الحمد لله قضينا على الموضوع لأنه حتى الوزير يعني أنا أنا مش هتدعي بقى إن الناس مش عارفين الوزير بيقول لي يعني واحد قعد في اسكندرية يروح يمتحن ليه في سوهاج ولا في إينا يعني ليه أكيد فيه علامة استفهان هو طالب نقله ويمتحن السنة العامة فيه بفيوق ليه أكيد فيه حاجة فبيدور وراه طيب عامد قاله قاله عائلات الصعيد فيه عائلة عائلة أبو عقيل وعائلات كدير يعني يا جماعة يا جماعة ما هو العائلة عائلة أبو عقيل دي أنا خليت زمالي يشوفوا لي القصة لو العائلة عندها ثلاثين ربعين ألف مواطن يعني العائلة عرد عرد أبناء العائلة حولي ثلاثين ربعين ألف ثلاثين ربعين ألف لما يبقى عندهم ثلاثين عائل في السنة عامة عادي جدا يعني يعني عادي جدا جدا ولما يكونوا السنة اللي فاتت والسنة دي والسنة الجاية عادي ما كل سنة أبو عقيل وأبو والضبع وأبو زهاد وأبو أورا عائلات عائلات كبيرة منتشرة عندهم يعني عائلة أبو عقيل موجودين في جهنة شرق وغرب أو شمال وجنوب يعني العائلة فيها 30 ألف وانا مش بدافع والله انا معرفش ولا واحد في العائلات دي ولا حتى أنا بيقولوا إنه العائلات دي كبيرة وفيها ناس بقى مسؤولين كبار وفيها قضاء وفيها زبط وفيها صحفيين وفيها إعلاميين وفيها نواب يا سيدي ما هو العائلة كبيرة وفيها المسؤولين وفيها غير المسؤولين فيها الغاني وفيها الفقير وفيها طلاب السنة عامة هو حرام عليهم يبقى عندهم عائل في السنة عامة طيب يقول لك ده كلهم جايبون درجات زي بعض مين قال درجات زي بعض بيتحقق فيه أنا معرفش أنا معرفش هذا الكلام بس انا بقول للناس من فضلكم يا جماعة مش عايزين الحاجة الحلوة نرمى على اطراب ومش عايزين نسترقي الاحداث برضو لو فيه غش انا واسق تمام السق ان هذه الدولة وهذا الوزير لا يمكن ان يكون في مصلحته بمصلحت العملية التعليمية ان احنا نتسطر ونخبي حلق الاطلاق هنخبي ليه احنا الغلطان ده احنا يعني ما شاء الله في الفضايع ده احنا بنجيب ده احنا بنروح نصور الميت يا اخي في فلاجة الموتة ده احنا مش سايبين حاجة اصلا فبالتالي ليس من مصلحة احد ان هو يتسطر على مفسد او فاسد مهما كان بالتالي بقول تاني ان احنا عندنا سنة عامة حوالي ستمية ولا سبعمائة تمنيت الف عندنا نجاح خمسة وعين في المية عندنا تنسيق عندنا 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 منظومة ونجحت وبنطلع وبنتقدم لقدام انزروا الى نصف الكوب الممتلئ هو ما بقاش نصف كوب بقى اكتر من نصف كوب بصهولوا عشان ما نحبطش الناس والناس تشعر انهنا قاعدين في طبعا انا اي كلام بقوله عن طريق شوق كويس بلايه تجوء عشان ما عارفين اول ما اتكلم عن المنظومة التعليمية لايه يهجوء من اي حطة ليه لانه المنظومة جديدة متغيير جزري والتغيير بيقاوم في مقاومة من الجميع على فكرة اكتر ناس بشوفوا مخلصين بيهجم طريق شوق وناس بيحبوا البلد وبيحبوا البلد والتعليم لكن بيهجموا ليه لانه في مقاومة يا جماعة من اولياء الامور من المدرسين او بعض انا مش عايز اقول لان المدرسين ده خلاص فيه عام تدريبه غيره الدروس خصية يعني كتب الخارجية المطابع غيره الغش الجماعي الناس اللي ثقافته من الغش مجتمع ثقافته مبنية على الغش في الامتحانات انه شيء عادي وبيدعو ربنا انه يستر الناس اللي بيغشش ولادها وبيدعو الراجل اللي ما بيغشش ولادهم ثقافة متجزرة في المجتمع بقالها خمسين سنة وجاء النهاردة عايز اغيرها ما هو بالتأكيد لازم يقاو بالتأكيد يعني انا عايز اقول بلاش ورق خليني في التابلت قالك تابلت فاشل يا سيطة بنسيبه لا السيطة مواقع يا عامي في ايه يا عامي في ايه نهدى شوية لان احنا بنغير منظومة بنعمل عملية تغيير قلبي مفتوح للتعليم في مصر فنهدى شوية وانا يعني بقول للوزير الترباء والتعليم وبقول للقائمين في ربنا اويكم وربنا اوينا لانه اللي بيدافع عن التعليم دلوقتي بيبقى في مرمى نيران المحبين قبل الكارهين لكن في الاخر انا واسق نظام التعليم الجديد اللي وصل خمسة ده 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 هنفرح به للي يعيش 27-28 وان شاء الله نقطط في صمرة هذا التعليم والناس تتغير ثقافتها بعيدا عن الغش بعيدا عن دروس خلصية بعيدا عن الحفظ والطلقين خليني نصل الى متعة التعليم متعة التعليم دمتم في امان الله اشتركوا في القناة